تصريح ان محمد ابو تريكا اجتمع من يومين معاه ومع كابتر محمد يوسف وابو تريكا زي يعني بيقول ادوني اسبوع وانا هقرر بقى او حدي قرار نهائي بعد اسبوع هاعتزل مش هاعتزل يعني موضوع بصراحة واخد اكبر من حجمه القرار في ايد محمد ابو تريكا وفي نفس الوقت لازم محمد ابو تريكا يطلع يقول بقى هو عايز ايه مش هيفضل بقى الناس عملت تتساءل ابو تريكا هيعتزل مش هيعتزل لازم ابو تريكا يطلع يعني يحسم قصته عايز يكمل في الكورة وعايز يكون موجود وده رأيي انه هو يكمل المستوى ما شاء الله مرتفع جدا ابو تريكا وزي ما قلتلكه هو دلوقتي في مصر او بالنسبة للنادي الاهلي ومنتخب مصر الافضل في مكانه كبلي ميكر ولعيب نص ملعب مهاجم يعني انا من وجهة نظري ما فيش حد دلوقتي يقعد محمد ابو تريكا محمد ابو تريكا هو اللي بيشيل النادي الاهلي وبيشيل منتخب مصر في الفترات الاخيرة فلازم محمد هو بقى ياخد القرار مش هيفضل بقى الناس عملة تتساءل محمد ابو تريكا هيبطل مش هيبطل هيبطل مش هيبطل فلازم هو يتكلم لازم يتكلم ويقول عشان ما يسيفش حالة الغموض دي الناس عملة تتساءل برضو نفس القصة بالنسبة كابتن واقل الجمعة لكن هنشوف ايلا هيحصل كابتن واقل زي ما قلنا هو صاحب قراره يعني او هو اللي يقدر يحدد اعتزاله او عدم اعتزاله اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها دي نجون كبيرة جدا قدت لمصر وقدت للنادي الاهلي حاجات كتير جدا وقدت بطولات وقدت جهد وقدت تضحيات خلي بالكوا لعيب الكرة النجم ده ما بيوصلش كده بسهولة اللي هو يبقى نجمه يبقى بيكسب فرقته افضل لعيب في مكانه في مصر لا اللعب ده بيضحي بأسرته يعني ايه بيضحي بأسرته يعني ما يعرفش يستمتع معهم في حياته الخاصة دايما في معسكرات دايما في تدريبات دايما في مطشاط دايما مضغوط عصبيا حتى وهو قاعد في البيت مطالب بالفوز يعني لعبت الاهلي والزمالك ولعبت منتخب مصر دايما مطالبين بالفوز فدي على حساب حاجات شخصية او حياة شخصية بالنسبة للعبين مع أسرهم في بيوتهم هتلاقي اللعب ده ما بيعرفش يصهر ما بيعرفش يأكل الأكل الطبيعي اللي احنا بنأكله ليه أكلات معينة عشان زيادة الوزن ما بيعرفش يخرج ولاده ما بيعرفش يفسحهم كله في التدريبات وفي المعسكرات وفي ضغوط المطشاط ما بيعرفش يخرج خروجة عادية كده ويمشي في وسط الناس ممكن تلاقي فيه معجبين كتير فكل الحاجات دي تضحيات ولما اللعبة دي بتوصل لمرحلة النجومية زي محمد ابوتريكا واقل جمعة بيبقى هم بقى يعني هم المتحكمين في قرارهم هم اللي قدروا يقولوا هنكمل مش هنكمل وما ينفعش يعني شوف احنا بنقول انا بقول بس محمد ابوتريكا من شوية لسه بقول ان محمد ابوتريكا يكرر يقول لكن ما ينفعش حد يقول يا جماعة مش عارف ابوتريكا اصل وحيش اصل وحيش لا احنا ممكن ننقضهم فنيا في مباراة معانا ولكن كمحصلة وكتاريخ لعبة كبيرة جدا وبنرفع لهم القبعة وبنحترمهم وبنضرب وبنشيلهم فوق دماغنا ان هم ادوا لمصر والنادي الاهلي كتير جدا 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 اعتقد يعني من اعظم اللعبة اللي جاد في تاريخ مصر محمد ابوتريكا ووقي الجمعة ومش بقول كده عشان انا يعني بجاملهم ولا حاجة لا ده حقيقة والتاريخ ما بيجدفش وناس فعلا اجتهدت وودت لمنتخب مصر والنادي الاهلي في المحافل المحلية والدولية معانا الاستاذ محمد الشرقاوي نقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة المصر اليوم